اشتركوا في القناة او بتظهر على الصورة او بتظهر على شاشة زرقة او لو هي شاشة زرقة بتطلع لنا الخطوط دي طريقة علاجها سهلة جدا اي انسان بسيط ممكن يعملها خطوط بيضاء على الصورة او بين المحطات او بين المحطات وبعض خصوصا لما تكون فيها حتة سودا او على اللازر حتى اللازر او هي جماعة موجودة هي الخطوط البيضاء دي طبعا الاهتزاز ليسوا دا دا عب من التصوير الفرق بين التلفزيون والتصوير بالموبايل هنحول كده يا جماعة وهندخل في جاخل التلفزيون هنلاقي اللاين هدي اللاين هو يا جماعة مفتاح فوق ومفتاح تحت دا الاسكرين اللي تحت اللي فوق الفوكس الاسكرين دا يا جماعة بس محتاج بس ضبط صغير نقل درجته سنة بس يا جماعة اول ما هنحن نحرك فيه لتحت هتنتهي الخطوط دي عطلي بسيط وما اعتبرش عطل وممكن بس يعني مش عطل اهو يا جماعة اهو بحركة بسيطة من الاسكرين انتهى العطل دا واحد جابهولي من كام يوم وقالي الحكاية دي مدايقاني يحسب بقى في عطل او خاف ان مثلا ايه الجهاز هيتطور او حاجة هتبوز اكتر من كده فقالتولي بسيطة وهو واقف عملته له تقولي بس تسمح لي بس ايه ان انا نصور العطل له عشان الناس تنتفع به عطل بسيط اي حد ممكن يعمله ظهور خطوط بيضاء على الصورة صورة موجودة بس فيه خطوط بيضاء او في الصورة متعتم او بين المحطات اقولت لي بسيط ممكن تعمله ارجو طبعا ان يكون قلت حاجة مفيدة وده لما هتشيل تلفزيون مثلا يكون حاجة مكبيرة ولا حاجة انت ممكن تعمله في البيت وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته